بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محدثكم الأستاذ سعود شروفنا في هذا اليوم سوف نتحدث عن cross-curricular page كاليغرافي بمعنى الخط يعتبر الخط فن الكتابة ولديه تاريخ طويل وتأتي كلمة كاليغرافي التي تعني beautiful writing الكتابة الجميلة والكاليغرافي وجدت في مختلف الثقافات وباستعمال أنواع مختلفة من الحروف ويقوم الخطاطون عادة بأعمالهم على أشياء مختلفة من الورق بالقلم أو بالفرشات والحبر ويعتبر هذا يحتاج هذا الفن إلى كثير من المهارة والخبرة الخط الإسلامي هو معروف جيدا بسبب تصميماته وجماله والخط الإسلامي وجد في الكتب القديمة التراثية ولكن أيضا على الأسقف والجدران للمساجد وأيضا أنه من الشائع أن تجد الخط الإسلامي في الأحجار منقوش على الأحجار حتى إلى يوم الحاضر الفنانون المحدثون في العالم الإسلامي يستخدمون التاريخ الغني للخط لكي يصنعوا أعمال لافتة للنظر بالتاريخ الغني أيضا الخط لأسيا الشرقية هو مشهور جدا ومعروف والأشخاص من مختلف الدول مثل الصين واليابان يتمرنون عليه الخطاطين الآسيوين الشرقيين يستعملون فراشي كبيرة لكي يصنعوا أحرف وإنه يبدو أنه بسيط ولكنه في الواقع يعتبر جدا معقد وصعب هناك كثير من القوانين التي يتبعها الخطاطون أما اليوم فأنت ما زلت باستطاعتك أن ترى أعمال خطاطية رائعة خصوصاً في بعض الدعوات إلى بعض الأحداث المهمة أنه حقاً يمكنك أن ترى أعمال حديثة وبرامج كمبيوترية وإنها من الممكن أن تصنع كتابات جميلة سريعة وسهلة ولكن كثير من الناس يعتقدون أن ذلك ليس بمثل كتابة الخط اليدوية الاعتيادية read again and answer the questions number one what does the word calligraphy mean ما الذي يعنيه كلمة calligraphy it means beautiful writing number two where do you need to become number two what do you need to become a calligrapher ما الذي تحتاجه لتصبح خطاطاً a lot of skills and experience number three where can you find Islamic calligraphy أنا يمكنك أن تجد الخط الإسلامي in ancient books but also on the ceilings and walls of mosques it is also common to find Islamic calligraphy cut into stone number four what do modern artists in the Islamic world do ما الذي يفعله الفنانون المحدثون في العالم الإسلامي they use the rich history of calligraphy to create impressive designs number five why is east asian calligraphy difficult لماذا يعتبر فن الخط الآسيو الشرقي صعباً because there are many rules that calligraphers have to follow number six where can you see calligraphy nowadays أين يمكنك أن تجد الخط هذه الأيام on an invitation to important events number seven what can you do with modern computer programs ما الذي يمكن أن تفعله ببرامج الكمبيوترية الحديثة you can create beautiful writing quickly and easily الشرقي لذلك database